تحياتي بلش أتلتكو مدريد الدوري كما هو متوقع بالفوز على ضيفه غرناطة وهذه نتيجة متوقعة لما فريق بحجم أتلتكو يستضيف فريق بحجم غرناطة ساعد حديثا في مرحبه ورغم أن هذه مجرد بداية بهذا الفيديو بنتكلم ليش أتلتكو مدريد خطير فعليا في سباق الدوري هذا الموسم ربما أكثر من أي موسم سابق والسبب في كلامي هذا أن أتلتكو مدريد عنده أكثر من مؤشر بيخليك تتوقع أنه يكون مزعج للغاية في سباق الدوري بل ربما أنه نشوفه بياخد الأفضلية على منافسين كبار بنعرفهم كلنا ريال مدريد وبرشلونا أول مؤشر هو مؤشر ختام الموسم الماضي في آخر 24 جولة من الدوري الإسباني أتلتكو مدريد فعليا كان متصدر الدوري في آخر 24 مباراة حقق 53 نقطة برشلونا 51 ريال مدريد 43 يعني الفريق من عندما نضمله تقريبا دي باي وانسجم وخلص من مشكلة جواو فيلكس وهو الفريق عم بحقق نتائج بتشابه نتائج برشلونا وأفضل من نتائج ريال مدريد أما المؤشر الثاني فأتلتكو مدريد في الموسم الماضي من حيث القوة الهجوبية كان زي برشلونا مسجل 70 ب70 وريال مدريد 75 يعني مش بعض عن بعض كانت مشكلته دفاعية فعلا صحيح تلقى 33 هدف بس بس الأهداف المتوقعة اللي عليه كانت 43 يعني الفريق كان دائما يعاني خلال المباريات بمشاكل دفاعية وتأخر بافتكاك الكرة ورقم الأهداف المتوقعة في شباكه هو أسوأ رقم من التوب 4 في الدوري الإسباني الموسم الماضي لكن أتلتكو مدريد قام هذا الصيف بسوق دفاعية بحته وهي أسماء خبيرة بتشعر إنها بتناسب سلوك أتلتكو مدريد وكان فيه تعزيز مهم الظهير الأيسر خافي جلان من سلتافيغو الظهير اللي اهتمت فيها عند تأندي كبرى منها برشلونا يعني أتلتكو مدريد عزز أهم نقطة ضعف عنده الموسم الماضي يعني بيدخل الموسم هذا أقوى من الماضي وهذا الشي فعليا لو تفكر فيه لا ريال مدريد ولا برشلونا عملوه هذا الصيف يعني ريال مدريد صح جلب صفقات لكن مشكلة الظهير الأيمن لسه موجودة عنده ثم جاءت إصابات الرباط الصليبي مع كورتو وميليتاو خلقت له نقطة ضحف جديدة وما جلب مهاجم أو عشان أكون دقيق ما جلب مهاجم عن جد بحجم ريال مدريد لأنه هو جاب وخسئ له برشلونا نفس الشي لما تيج تتفرج إجا بعض اللاعبين وخرج بعض اللاعبين لكن على الأرض الميدان على المنطق برشلونا ما زالت قوته على الموسم الماضي يعني طلع دمبلي إجا قندقان يعني هيك بتقدر تشوفها بكل بساطة طلع بوسكتش إجا روميو ما بتحس فيه نقلة نوعية بأي مركز من المراكز حتى لو إجا كانسلو بدك تشوف شو تأثيره لأنه اللاعب بآخر فترة مش كثير مستوى مستقل فبرشلونا نتيجة مشاكله المالية ما قدري يطور نفسه بشكل حقيقي واضح وياخد نفسه لمستوى ثاني أما ريال مدريد نتيجة التفكير تعبيريز بالسنة سنة مودريتش كروزدوم يطلعوا استنى شوي عكار فخال هذا الشي خلاه يحسبها أكثر من لازم خصوصا أنه يبدو أنه بفكر بصيف مجنون في 24 كل العالم يحكي عنه فباختصار أتلاتيكو تقدم للأمام الآخرين نفس مستوى الموسم الماضي وفي سبب آخر الفريق بلا مشاكل داخلية أبدا بعد شبه التأكد التخلص من فليكس الأمور واضحة الهجوم بلش ينسجب مع بعضه أكثر لأنه موراته وغريزمان بلعب مع بعض لهم زمانه دي باي لعب معهم نصف موسم وأمورهم تمام بين بعض وغريزمان هيبلش يلعب من أول دقيقة ومش هيبلش دائما بالشوط الثاني عشان مشكلة الـ 45 دقيقة اللي كانوا يطبقوها الموسم الماضي بشان ينزلوا سعره اللي كان طالبه برشلونة هيبلش من أول لحظة مركز 100% خط الوسط هيكون أكثر انسجام لأنهم صاروا لعبين مع بعض سنوات أكثر وباب لوباريوس اللي كان إضافة في نهاية الموسم هيكون لعب كبر اللاعب صار عنده الخبرة الآن فمن أولها بدخل كإضافة وما في أي مشاكل إدارية سيطرة مطلقة لسيميوني ما في أي شك بمستقبله تركيز واضح والأهم من كل هذا ما عليه لا ضغوط إعلامية ولا حكايات إعلامية الكل مركز مع ريال مدريد وبرشلونة وبدهم إياهم يجيبوا الدوري وأتلتكو بهدوء بيعيش حياته كل هذا عنصر إضافي من عناصر اللي بتخليك تقول أتلتكو خطر علاقة بالدوري وفي موضوع أخير من أسباب فوز أتلتكو مدريد بالدوري اعتبروه مزحة اعتبروه نكتة لأنه في عين هيك بتذكر بالصف قراءة صحيف إسبالية مش قادر أتذكر اسمها وحاولت قلق القبر ما لقيته كانت تتقول متى سيحقق أتلتكو مدريد الدوري بعد ما اشترى ديباي وقصدها إنه كل ما أتلتكو مدريد ياخذ مهاجم من أبرشلونة بيجي بالدوري ديفيد فيا 2014 لويس سواريس قبل سنتين والآن إجا دور ديباي يجي بالدوري عشان تصيد ظاهرة كل ما برشلونة باع مهاجم لأتلتكو أعطاهم الدوري إذن باختصار فريق أتلتكو يبدو سيكون هذا الموسم أفضل دفاعيا سيكون أفضل في خط الوسط هجوميا أكتر إنسجاما مستقر والفريق الموسم الماضي ختم بشكل جيد لو بنى على الموسم الماضي وكمل هذا الموسم مش هستغرب أبدا أشوفه بالنهاية بطل الدوري الإسباني بنوصلهم لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله